السلام عليكم ورحمة الله اليوم درسي علوم للصف الخامس الابتدائي عدنا الدرس الثاني نكمل لكم أنواع الاحتكاك أخذنا المحاضرة اللي قبلها الدرس الأول قوة الاحتكاك وحلينا مراجعة الدرس واليوم إن شاء الله أنواع الاحتكاك الدرس الثاني مع حل مراجعة الدرس صفحة 132 أنواع الاحتكاك الفكرة الرئيسة الاحتكاك أنواع مختلفة منه الاحتكاك السكوني والاحتكاك الانزلاقي والاحتكاك التدحرجي وللهواء والماء قوة احتكاك تسمى المقاومة للأجسام التي تتحرك فيها المفردات الاحتكاك السكوني الاحتكاك الانزلاقي والاحتكاك التدحرجي ومقاومة الهواء ومقاومة الماء هنا عدنا ما أنواع الاحتكاك يلا عيني نأخذ أنواع الاحتكاك يعني فقط تلخيص أنواع الاحتكاق قلنا ثلاث أنواع سكوني وانزلاقي وتدحرجي خلينا نعرف كل واحد وشون يحصل أو شون ينشأ الاحتكاق السكوني ينشأ عندما لا توجد حركة بين السطحين المتلامسين الاحتكاق السكوني ينشأ يعني هذا عندما يعني لا توجد حركة بين السطحين المتلامسين أما الاحتكاك الانزلاقي ينشأ عندما توجد حركة بين السطحين المتلامسين ويكون عادة أقل من قوة الاحتكاك السكوني يعني الانزلاقي هذا ينشأ عندما توجد حركة بين السطحين المتلامسين هنا شنو ماكو حركة بين السطحين المتلامسين خاف يقول الفروقات أما الانزلاقي فينشأ عندما توجد حركة بين السطحين المتلامسين ويكون أقل من الاحتكاك السكوني أما التدحرجي هذا ينشئ من تدحر الجسم ماء فوق سطح معين ويكون أقل من الاحتكاك الانزلاقي يعني واحد أقل من اللاغ التدحرجي ينشئ عند تدحر الجسم ماء فوق سطح معين ويكون أقل من الاحتكاك الانزلاقي نأتي على صفحة 130 يقول عندما أخرج يدي من نافذة السيارة وهي متحركة أشعر بتأثير مقاومة الهواء وعندما يسير على الشاطئ ثم أكمل مسيري بالماء يشعر بوجود مقاومة قلل من حركته هذا يعني أن الاحتكاك لا يحدث بين المواطن الصليبة فقط وإنما تتولد فوق احتكاك على الأدسام المتحركة بالهواء والماء هسا رح نأخذ هنا مقاومة الهواء وهنا مقاومة الماء تعتمد قوة الاحتكاك على الأدسام المتحركة في الهواء والماء على المساحة السطحية لتلك الأدسام فكلما زادت مساحة السطح للجسم المتحرك في الهواء ازدادت مقدار مقاومة الهواء لحركة الأدسام فعدنا مقاومة الهواء تعريفها هي نوع من أنواع قوة الاحتكاك تنشأ عند حركة جسم بالهواء يعني بس هذه الحد هنا ولتقليل قوة الاحتكاك في الهواء صممت السيارة الحديثة والصواريخ والطائرات والقطارات بشكل انسيابي لتقليل مساحة السطح المعرض للهواء مما يؤدي لها تقليل قوة الاحتكاك الناشئة عند حركتها خلال الهواء يقلل تصميم الشكل الانسيابي للسيارات الحديثة بالمساحة السطح لجسم المعرض للهواء وبالتالي تقلل قوة الاحتكاك عندما يتحرك جسم في الماء مثل السفينة والسمكة فإن قوة الاحتكاك بين الجسم المتحرك والماء تزداد بزيارة مساحة السطح المعرض للماء وتسمى هذه القوة بمقاومة الماء وهي نوع من أنواع قوة الاحتكاك تنشأ عند حركة جسم في الماء يعني شنو؟ هذه تعريف مقاومة الهواء هي نوع من أنواع قوة الاحتكاك تنشأ عند حركة جسم بالهواء بس ومقاومة الماء تعريف هي نوع من أنواع قوة الاحتكاك تنشأ عند حركة جسم بالماء ذاك بالهواء وهي بالماء يلا هسه صفحة 134 شبيه هاي يقول كيف أقلل من الاحتكاك إن الاحتكاك أهمية كبيرة في حياتنا إلا إن الاحتكاك سلبيات تؤدي إلى أضرار كبيرة ففي كثير من الأحيان تتلف أجزاء الآلات الميكانيكية بسبب الاحتكاك بين أجزاءها المتحركة المتلامسة مما يسبب ارتفاع درجة حرارة هذه الأجزاء ويؤدي إلى تلفها ولتقليل الاحتكاك تستخدم الزيوت والشحوم وذلك بوضعها بين الأجزاء المتحركة المتلامسة لكي تنزلق بسهولة لذا تحتاج الآلات إلى عملية تزييد مستمرة لتؤدي عملها بصورة سلسلة المحافظة على أجزاء المتحركة من التلف وهكذا يقلل تقليل الاحتكاك وتستخدم الكرات المعدنية الصغيرة توضع بين الأجزاء المتحركة وكذلك استخدام العجلات والأنابيب الدوارة لتقليل الاحتكاك بالمطارات عند نقل الحقائب من المكان إلى آخر بيسر وسهولة هاي هنا خاف يقول تكلم عن شون يعني تقلل من الاحتكاك يعني تقول لها فد سطرين ثلاثة أكو بيها تعاليل يقول تتلف أجزاء الآلات الميكانيكية ليش؟ شي تقولها الجواب؟ هذا الجواب؟ هذا السؤال بسبب الاحتكاك بين أجزاء المتحركة المتلامسة وبسبب ارتفاع درجة حرارتها تقليل الاحتكاك تستخدم الزيوت والشحوم ليش؟ هنا سؤال هذا السؤال وهذا الجواب بوضعها بين الأجزاء المتحركة المتلامسة لكي تنزلق بسهولة زين نجي على مراجعة الدرس ما أنواع الاحتكاك؟ قلنا الاحتكاك الانزلاقي والتدخرجي والسكوني المفردات ماذا تسمى القوة التي تنشى عند حركة جسم في الهواء؟ مقاومة الهواء ماذا تسمى القوة التي تنشى عند حركة جسم بالماء؟ مقاومة الماء قارن بين سرعة جسمي وحركتي عندما تتحرك في الهواء وفي الماء شوفوا ماماتي سرعة جسمي الهواء تكون قليلة بسبب تولد قوة الاحتكاك بين الجسمي والهواء يعني بين الجسمي والهواء وإن سرعة جسمي تكون أيضا بالماء بسبب قوة الاحتكاك بين الجسمي والماء زين المفاهيم الأساسية خامسا تعتمد قوة الاحتكاك للأجسام المتحركة في الهواء والماء على الجيم المساحة السطحية للجسم ستة عند جلوسي داخل سيارة تتحرك يحدث احتكاك بين الجسمي والسيارة من نوع جيم احتكاك سكوني التذكير الناقض لماذا تكون قوة الاحتكاك السكوني دائما أكبر من قوة الاحتكاك الانزلاقي والتدحرجي؟ يوم لأن مفهوم الاحتكاك هو قوة تعمل على تبطأ وتوقف حركة الجسم والاحتكاك السكوني لا توجد حركة بين الجسمين فتكون قوة الاحتكاك للاحتكاك السكوني أكبر من باقي أنواع الاحتكاك وإن شاء الله التوفيق